هنا في هذا المكان وبالقرب من حقل غرب القرنة تظاهر سعد المنصور مع رفاقه العزل بتظاهرات سلمية للمطالبة بتوظيفهم لكن القوة الضاربة التابعة لحماية الحقول النفطية أطلقت عليهم العيارات النارية حتى سقط شهيدا مضرجا بدمائه مع ثلاثة آخرين أصيبوا بجراحات بالغة كانت مظاهرة سلمية متظاهرين عزل طبعا لا يحملون أي سلاح ويكذب كل من قال إنه سلاح أو متسلحين وصدوا القوات الأمنية لا بالعكس بس اللي صار إنه صار دخول مفاجئ من قوات أمنية أعداد هائلة من قوات الأمنية اللي هي القوات الضاربة وصار احتكاك واطلاق نار على المتظاهرين قتل شهيد وثلاثة من الجرحة قاد عمليات يتهمنا بأنه إحنا اللي عدنا سلاح وإحنا اللي قاومنا قوات الأمنية وإحنا أخي العزيز كل ما هنالك والله العظيم قسما بالله الله على ما يقول شهيد إحنا ناس مسالمين والله حتى عصى ما عدنا عصى والله ما عدنا جايوا طالب حقوقنا تعيينات كهرباء خدمات حالناها للشعب العراقي هذه المنطقة كانت مطالبهم بسيطة ولا تتعدى القرارات المحلية في تنفيذها منها التوظيف في الشركات النفطية وقطع الغازات السامة إثر الشعلات الغازية المحترقة لكن هذه المطالب ردت مع أصحابها ملطخة بدمائهم لتعلن عن احتجاجات شعبية قادمة وبقينا بالمظاهرات حوالي ساعتين ونتكلم مع الشرطة وانقلنا التعليمات أو انقلنا الطلبات هذه الشباب وطلبات سبع نقاط وسبع نقاط سهلة يعني مطالبتهم بحقوقهم في تعيينهم في هذه الشراء وعدنا ما يقارب في منطقة باهلة مرضى بالسرطان حوالي 45% من هذه المنطقة قضية المتظاهر سعد المنصوري هل ستشهد في الأيام المقبلة مسك الجاني ومحاسبته وإحالة القيادات الأمنية للتحقيق أم ستبقى مجرد قضية عالقة في رفوف المحاكم العراقية لقناة الفلوجة نزار نبيل البصرة